يجري حالياً تدول سعر برميل خامل برانت حوالي 41 دولاراً للبرميل حيث أن أسعار النفط غيرت اتجاهها عدة مرات خلال تعاملات الأيام الماضية في بداية التدولات ليوم الأربعة صعدت أسعار الذهب الأسود لكنها تراجعت عند افتتاح الأسواق في أوروبا إلا أنها عادت إلى المنطقة الخضراء بعد ذلك صباح الخميس عادت للمنطقة الحمراء حيث انخفض سعر خامل برانت بحوالي 1% أي 40 دولار للبرميل قبل أن تقفز فوق 41 دولاراً في منتصف النهار و39.04 دولاراً للبرميل خام غرب تكساس الوسيط ويأتي ذلك في ظلال المخاوف من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا ولجوء مجدداً لإغلاق عالمي خاصة عقب قيام أكبر اقتصاديات أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا مؤخراً بالعودة للحجر الصحي الكلي للحد من انتشار الفيروس من جهة أخرى كون أوبيك زائد تدرس إمكانية خفض الإنتاج بصورة أكبر كأحد الخيارات المتاحة لمواجهة ضعف الطلب العالمي المتوقع على النفط خلال الفترة المقبلة وترجيح عدم قيام أوبيك زائد بتقليص الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يومياً والحفاظ على الخفض عند 7.7 مليون برميل في الربع الأول من 2021 وأكد الخبراء أن إجراءات الحجر الصحية التي في ظل أزمة كورونا ومراجعة اتفاق أوبيك زائد تلعب دوراً أكثر أهمية لأسعار النفط على المدى الطويل كما يتوقعون أيضاً أن تمر سوق النفط بتقلبات حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي تشهد منافسة قوية بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن